طبعا مسلاكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة ويفز برامز ويفز بسعر 2 دولار فاصلة 2.2 ماركت كاب تقريبا 250 مليون برانك 199 مليون 137 مليون طبعا اللي تابعنا اول مرة يا مرحبا بك هذي قناتنا في تلقرام قناتنا مهتمة بالاخبار وتحليل العملات وعدنا صفقات ايضا وعدنا نحدث على البيتكوين وعدنا خدمة دارة الحساب اللي نتميز فيها عدنا هنا واحد من شباب ربحان 17 ألف دولار من خلال خدمة دارة الحساب بخلاف اللي هي قناة الاكتتاب والعملات الاستثمارية طبعا لوني نشوف هذا شرط عملتنا على شمعة الأسبوع عملة الويفز لوني نشوف العملة تقريبا من تاريخ 20 فبراير 2023 والعملة تقريبا في هبوط مستمر حتى اساسا العملة تقريبا في هبوط مستمر فترة طويلة يعني انا اذكر هذه العملة كانت فيها ارقام كبيرة جدا يعني مرة واحدة نزلت جريبا 60 دولار كانت ايوه كانت جريبا ايوه 63 دولار صحيح فنزلت من 36 دولار لغاية 2 دولار يعني هل العملة راح ترجع للقمة هذه انا اشوف ممكن اذا فريق العمل شد حيلة مع انه طلعت اخبار قبل سنة ممكن هذا اللي ادى الى هبوط العملة بهذا الشكل ان فريق العمل مش منضبط مع باينانس من هذا القبيل فطلعت اخبار سلبية على العملة وكانت حتى ممكن ان يزيلون العملة من باينانس لكن الجمهور ابى ذلك فقالوا خلاص راح نخليها ونعطيهم مجال فاشوف العملة ضلت ما شلت من باينانس المهم فالعملة هذه رجعت يعني باشوف بشكل افضل عن قبل يعني العملة صار فيها تقريبا ثبات انا شوف العملة حانيا ثابتة تقريبا على السعر معين ما شوف فيه بوط تقريبا يعني قدر نقول قاع اللي حقتها دولار فاصل اثنين مع ان العملة هذه بدت لما بدت كانت يعني قدر نقول قاحة صور فاصلة اثنين يعني تخيلوا عشر ضعاف العملة هذه من صور فاصلة اثنين لغاية ترسستين دولار يعني شيء الارقام هاي في العملات الرقمية اشياء خيالية يعني انت متخيلين يعني يعني مش ستدين ضعف اكثر ارقام خيالية المهم فهذه توصل ستين دولار توقع مواشا مشكلة يعني جريب الثلاثين ضعف تلاثين ضعف هناك ممكن اكثر عن ميت ضعف فتقريبا العملة حاليا على ترند يعني نشوف العملة اخترقة الترند اول شي اختراق ويعدت اختبار اختبرت مرة ومرتين اتوقع العملة حاليا راح تصعد المهم بالنسبة لنا حاليا نحتاج اغلاق فوق المقاومة المقاومة على سعر 2.3 اذا اغلقت شمعة الاسبوع وشمعة اليوم ادنى هذه المستويات انا بالنسبة لي ممكن نشوف العملة وتبدأ تحاول تصعد اتوقع حتى ممكن تصعد اول شي بالمتوسط الاسي 50 اللي سيهبط ولازم تغلق عليه بعد ذلك تتوجه الى المقاومة اللي على السعر 2.8 طبعا هالي المقاومة اللي هي ايضا من فترة طويلة والعملة تحاول تخترقها تقريبا يعني نقدر نقول حتى هنا كان دعم في السابق دعم دعم بعد ذلك ايضا مقاومة 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 يعني دايما هذا او بقول هال المقاومة او هالدعم على هالمنطقة اللي هي 2.85 جدا عنيد للعملة طبعا بنحط صفقة حاليا على المنطقة هذه واني بس حتى نحدد الاهداف ايضا حط صفقة في حال انه اغلقت يعني نحن نحن يعتبر على مقاومة السعر الحالي السعر الحالي مقاومة لكن الستوبلوز اللي حطيني استوبلوز ثواني لا وايد الصفقة هاي نرفع استوبلوز 16% تقريبا راح ننزل شوي بحيث نقلل الرسك نقلل حاليا نشوف العملة جيدة للدخول بتكون من السعر الحالي لغاية سعر 2.1 تقريبا انا بالنسبة لي الاسعار هاي جيدة للدخول مبدئيا يعني وكانك تتخال الحين وكانك تنتظر وتعزز فيك الهبوط حلوين حلوين هدف العملة مثل ما عودناكم بنقص تقريبا نشوف العملة راح تتجه الى هذا السعر تقريبا 2x المرة راح نحط مش ما راح نحط 1x لأن العملة هاي فأتوقع بيكون لها صعود قوي تقريبا بنقول هدف أول تقريبا وين راحنا اوكي هدف أول تقريبا 2.47 هدف ثاني 2.85 هدف ثالث 3.3 هدف رابع 3.7 هدف اللي بعده 4.2 الهدف اللي بعده 5.1 اللي بعده تقريبا اللي هو 6.4 هدف أخير 7.5 فبالنسبة لي العملة راح تروح لهذه الأرقام مش مستبعد يعني حتى توقع لها صعود في الـ 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 القمة السابقة يعني حتى عادي يصير كسر عادي ما استبعد لكن نحتاج أن فريق العمل يكون يرجع ويشتغل على العملة أنا ممتابع صراحة العملة ممتابع الفريق ممتابع شي بس أنا نتابع الشارط أكثر شي يعني أنا ما استبعد أن العملة توصى 30 دولار برغم هذا الهبوط يعني تخرج السيولة من البيتكوين الحيتان الأغلب بنقول 20-30% تجهون لعملة وحده فيتمون يضخون 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 فهي لو مثلا بنقول في 10 دولار توصل عادي في يومين 100 دولار عادي عادي بس طبعا إذا الحيتان يريدون يوصلونها هذا بس لنزم يكون في أخبار إيجابية في أشياء إيجابية يعني عدة عوامل عشان الحوت يدخل كل هذه ما يدخل هذه نكون خلصنا يعطيكم العافية وفجي خير